تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وبالتعاون مع شريكنا برشلونة نيوز في الفيسبوك برشلونة بينتصر بيهزم فالانسيا في مباراة ردة فعل مهمة جدا في مباراة جميعنا بنعرف إنها كانت حاسمة لفترة حاسمة هتبلش اليوم وتنتهي بالكلاسيكو مش بس حاسمة لكومان حاسمة شكل الموسم حاسمة الثقة بهذا المشروع حاسمة كل شيء في هذه الفترة لأنه لابد هذا البرشة يعطي إشارات أمل وما نكتفي بس الراهن على الزمن إنه يعالجه بداية كانت أسوأ ما يكون بعد خمس دقائق من جس النبض المتبادل بين الفريقين كرة صاروخية بتسكن بشيباك تيريش تيجين هون كانت اختبارة مهمة هل هذا الفريق قادر يعمل ردة فعل هل برشلونة أمام جمهوره قادر يعمل شيء وإلا حيستسلم كعادته بعد ما يتلقى الهدف خصوصا إنه معظم اللاعبين رجعوا واللي هي كانت أحد أعذاركما في عدم تحقيق نتيجة الفترة الماضي الفريق قام بردة فعل مميزة صراحة قام بالعودة وقام بالضغط وقام بتفاصيل أخرى حنشرحها خلال الحلقة أثبت إنه في ذلك الفريق في شيء من روح نعم مش برشلونة المثالي لكن في شيء بتقدر تبني عليه بعد هدف فالنسيا بلشنا نفهم شكل برشلونة أكثر وأكثر هو عم بقدم أربعة ثلاث تلات سيرجي روبرتو هو الظهير الأيمن أمامه ديست كان جناح أيمن هجومي أعتقد التفكير إنه كان بده جناح أسرع بده جناح مهاري أكثر في الهجوم ويخلي روبرتو في الدفاع على إنه يقوم بأدوار تقنية وتكتيكية بالصعود بالكرة لكن مدون ذلك كل شيء كان متوقع بما في ذلك بداية فاتي مع ديباي في خط الهجوم زي ما حكيت عن ردة الفعل كانت ممتازة جدا برشلونة رفع الرتم بشكل ممتاز وأبقى الكرة كثير لفترة طويلة في الثرث الأخير عن فالنسيا ومن هافوة واحدة لمحة فاتي تبادل الكرة ورجعت له فسجل هدف التعادل بعبقرية مميزة فاتي اللي غردت عنه بعد الهدف وقلت هو الأساس هو الأمل في هذا المشروع الموجود الآن لأنه أنت بدك لعب حاسم بدك لعب سوبر وظروفك المالية ما بتسمح لك تجيب الحاسم والسوبر الأمل يكون فاتي هو هذا الحاسم وهذا السوبر ولحظنا جميعنا أنه برشلونة تحديدا بالشوط الأول كان مسيطر في مسألة تدوير الكرة وتصعيدها بسهولة من منطقة دفاعه إلى منطقة خصمه فالنسيا وحتى عن مشارف منطقة جزاء فالنسيا هذا النجاح طبعا فرق كثير في قصة انتصار المباراة واللي زاد من قوته أنه اللاعبين كانوا عم بعملوا شغلتين بشكل مميز جدا الجميع عم بتحرك بشكل يوفر نفسه كخيار للتمرير مع ذلك الفريق المقيد المكبل لا أنا بتحرك أعطيني فرصة أعطيني الكرة وبعدين لما توصل الكرة ما يطول عليها تمريرة سريعة بأكتر من موقف شفنا هذا التناقل بمرر اللاعب وبيتحرك وبيكون خيار تمرير لبعد شوي وهذا الشيء دائما نخلى برشلونة جادر يفرض رتمه جادر يفرض استحواذه وبالاسلوب نفسه كان عم بسجل الهدف الأول اللي سجل منه بالهدف الثاني بشكل مغير طبعا لكن نفسه الفكرة تمريره بتحرك تمريره بتحرك وبالنهاية فاتي عم بواجه المرمى وبيحصل على ركل الجزاء بتقدم منها برشلونة 2 واحد وبينهي الشوط الأول بشكل ممتاز الشوط الأول برشلونة دفاعيا كان عم بلعب واضح اللاعبين كلهم بيرجعوا بحاول يضغط أول شي ضغط عكسي سريع عشان يمنع المرتدة لكن بعد ذلك اللاعبين كلهم بيرجعوا لنصف ملعب برشلونة بيتمركزه بشكل جيد يمنع زوايا التمرير ويقللها ويمنع بلنز يقدر يلعب بين خطوطه وكان جيد في هذه الناحية لكن مشكلة برشلونة كانت دائما إنه إذا بدأ أي لاعب يحاول يعمل مهارات واحد لواحد برشلونة عم بيعاني معها في الشوط الأول عم بتخلخل مش عم بيقدر يوقف اللاعبين من هذه المسألة في مسألة افتكاك الكرة وأيضا في الشوط الأول شفنا ذاتي دي بايت دفاهم ممتاز دفاهم بخليك تقول يمكن البناء عليه لكن أيضا لازم باني ننسى دور قلبه الهجوم الممتاز اليوم في الشوط الأول والشوط الثاني اللاعب كان عم بقوم بدور اللاعب الناضج بدور اللاعب الحكيم في خط الهجوم هو الأكثر خبرة هو الأكثر دراية تمريراته اليوم كانت منطقية تمريراته اليوم كانت عم بلعب على الصح بدون مبالغة وبدون تحقيدة على الأمور لإله ولا زملائه كان هادي كان من ألبا اللي بيحتاجه برشلونة بحيث يكون دائما الخيار الخطير خلف فاتي لما ينشغل المدافعين بفاتي تقدر تفتح الكرة مع ألبا الشوط الثاني كان بالنسبة لي الشوط أيضا فيه اختبار مهم اختبار الاستدامة هل برشلونة صاحب ردد الفعل قادر يكمل ردد فعله لأنه اتقدم واللي حيرجع يبرد وبعدين يسمح لفلنزا يرجع من حيث تدوير الكرة السيطرة على الكرة من حيث محاولة فرض الشخصية حاول الفريق واستمر بذلك فاستدام ذلك وبهذا نجح لكن دفاعيا الفريق تفكك بشكل واضح ببعض المعنى واحي خطوطه صارت تبعد خط وسطه وصار بطيء خط هجومه صار أقل مساهمة بالدفاع وصورنا نشوف أكثر من كرة شفنا اشتيجني بيتدخل شفنا العارضة بتتدخل وشفنا كرات بتروح ما تكون سبيل بلانسية للتعادل إذن بقدر أحكي بالشوط الثاني الفريق قدر يستديم تلاكه الكرة قدر يستديم رغبته بالفوز لكن ما قدر يستديم تضحيته الدفاعية وتنظيمه الدفاعي تفكك مرة ثانية وهذه أيضا مؤشر خطير لكن كان أيضا فيه مؤشرات إيجابية وشفنا اليوم أيضا مسألة مهمة عندكم اللي دائما إحنا بنحكي بصراحة أنه التبديلات عنده نقطة ضعف رئيسية فيه اليوم الرجل ما عمل هذه الضعف تبديله الأول كوتينيوم بفاتي تبديل منطقي جدا لأنه ببساطة بفاتي راجع جديد وما أعتقد يعني أعتقد هذا اتفاق طبي أنه بعد ساعة بيطلع التبديلات الثانية كانت ورحة لإبقاء الحيوية بالفريق ما سواء منجزا أو جونزالس فالاثنين كان نزولهم عشان يظل الفريق عنده الحيوية ويظل الفريق عنده اللي يقف في الملعب تبديلات منطقية أدارة اللقاء الفريق نزل الرتم بشكل واضح لما شعر أنه دفاعه مش مستقر وهذا أيضا من الإدارة الجيدة لللقاء ثم جاء كوتينيو اللي سجل هدف كان بيحتاجه كثير كوتينيو من أول ما داخل اللقاء اليوم قبل الهدف كان عم بحاول يكون جزء من المباراة بحاول يسلم بحاول ينطلق بحاول يطلع ويدخل بشكل جيد في المباراة فاللاعب كان عم بيحاول واللاعب لما يحاول وما يصير معا شيء وما يلطلع الانتباه بيكون شيء محدد لذلك هدف كوتينيو اليوم مهم أن يحس نفسه حسن مباراة مهمة زي مواجهة فالانسيا شيء مهم لإله يشعر بالأهمية الشيء مهم إله اليوم الحرية اللي أخذها بانطلاقاته وبحريته في أرض الملعب من أول نزوله كل هذه الأشياء إيجابية ممكن تخليك تقول ممكن يرجع 50% من كوتينيو وهذا حيكون إضافة وحيكون مفيد انتصار في توقيت مهم قبل مباراة حاسمة بدور الأبطال لأنه أي غلطة فيها معناها برشلولا على الدور الأوروبي عشان ما نضحك على بعض أيضا قبل الكلاسيكو لأنه كذا رحت اليوم متعثر هتروح على الكلاسيكو محطم نفسيا وأعتقد كانت وقتها هتكون فيه مشكلة كبرى لكومان وللابورتا ولجميع من يتعلق في برشلولا لكن الانتصار اليوم بفتح مجال على أنك تحاول تتعافى والانتصارات هي سر التعافي الوحيد في أزمات كرت القدم نوصل هنا لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد العواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على قناة سيلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى